وإلى ملف الأزمة الأوكرانية حيث أكد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية العمل على حقن الدماء مع التأكيد على ضرورة بدل الجهود وتناول كافة السبل المؤدية إلى التهديئة وتحقيق حل سلمي للأزمة وخلال اتصال هاتفي تلقه شكري من نظيره الأوكراني ديمترو كوليبة أشار إلى اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق تهديئة وفي هذا الإطار أحطى الوزير شكري نظيره الأوكراني بتناول القضية من خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته جامعة الدول العربية ومجموعة الاتصال المنبطقة عن الجامعة وتناول سبل تفعيلها بدوره أطلع الوزير الأوكراني سامح شكري على آخر التطورات والأوضاع على الصعيدين الميداني والإنساني فضلا عن مسار المفاوضات